اسمع هدول الدهبات هن الضمان الوحيد حتى ما نجوع ونعيش بكرامتنا لكنت وين فكر حالك عايش؟ بالمدينة الفاضلة ولك صحا على حالك زمن التضحيات والأخلاق راح هذا الزمن اللي عم تحكي عنه ما راح وانا ما راح خير طبعي عمل لك رفيق بزنقه دهباتك بكرة بدك تبيعيهم وإجرك فوق راقتك وهدول تعتبر يوم دين علي ايه؟ تكرم عينك تايم بيك؟ انا بكرة نازلة بيع الدهبات بس كمان اخد ابني وراحل عند اهلي وبس تحس انه مرتك وابنك اغلى الشي عندك ابا تاخدني خير طييم شباك؟ نيمت ايش الخير شوفي؟ كل شي معي راح يا الله شلون هيك صار؟ على أساس كنت ضامن لصة بجيبتك شو اللي يصار؟ باب عريف قارفي تاجر برات البلد رجع لهون ومعه مصاري دافع المناقصة هكتر راست عليك يا سهولي يا ربي دخيلك معلش حبيبي معلش هي هيك الدنيا يعني يوم إلك ويوم عليك يعني اطول بالك رب العالمين إلا ما يعودك شو بدي يا أمود؟ أمال رواتب موظفيين ما معي شوي تاني بقلك أكله وشرب ما معنى وبتقليلي الفراج ليه بديجي الفراج نخيد اسمك يا الله ليه بديجي الفراج كلها يا تايم رب العالمين ما في أكرم منه بكرة بتشوف حبيبي إلا ما تجيك قصة ورب العالمين يعودك فيها يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك لا تواقصني يا أستاذ والله أنا خجلان منك بس كل واحد فينا همه على قده ما ركع عن العشب ما ركع عن العشب يا رفي إنك تتركني على أول مطرة بسيطة ممشي لقيت شغل ثاني عادي عادي لا تغجل يعني الوزع لقيت شغل ثاني بس اللي مو عادي إنك تتركني بهالسرعة الشركة ما فلست بسبل لق شوي برك إن شاء الله هيك بصدلة معجزة وبتوقف على رجليها مرة تانية وإنت إلتا أستاذ تايم بدي معجزة بدي معجزة لتوقف على رجليها وفي ما رح إلا غير الله يوفاك رح وقع لك الاستقالي وإن شاء الله هيك ونشوف لك ظروف تاني موسيقى موسيقى فضل الله معك الله معك اليوم شفت رفيقي مصطفى بعد سنين غربي هذا صديق الطفولة وأيام الصبا مهم ملك والطويل هو عايش برات البلد واجه عمشان يعمل له لأمه عملية إسحاب فيه فاضطرع شوية مصاري هو وضع المادي كتير ميع بس بالصاير موضوع حوالي وسيؤولي طلب مني مصاري واستحيت مالك بي بصراحة أها شلون بلنا بدك تلبيه أمل بدك تلبيه عندها باتك هلأ أنت نسيت همك ومصائبك والوضع السيئ اللي إحنا عايشينه وبدك تروح تساعد رفيقك اللي جاية من آخر الدنيا ومحشة مصاري لأ وشو بدك تساعده بدهباتي سمع هدول الدهبات هن الضمان الوحيد حتى ما نجوع ونعيش بكرامتنا لك أنت وين فكر حالك عايش بالمدينة الفاضلة ولك صحا على حالك زمن التضحيات والأخلاق ناح هذا الزمن اللي عم تحكي عنه ما راح وانا ما راح غير طبعي عمل لك رفيق بزنقه دهباتك بكرة بدك تبيعين وإجرك فوق راقتك ودول بتعتبرين دين علي ايه؟ تكرى معينك تايم بيك؟ أنا بكرة نازلة بيع الدهبات بس كمان أخذ ابني وراحل عند أهلي وبس تحس إنه مرتك وابنك أغلى الشي عندك بقى تأخذني لك روح الله يجبر بخاطرك يا أبو التيم يعني أنت وقفتك معي ما راح نسالك ياها ابنوب لك عدم ما كنت راح أعرش وكنت راح ساوي يعني عدم مؤاخذة كنت راح تلاقيني فارط ابنوب يعني هاي المصابي الأمي فيي إياها شغلة رائع كيفك انت شو أخبارك شو عاي بتساوي حبيبي يا بستيك لك صور حكي نحن منتم أخوي وأمك أمي انت شو أخبارها؟ لات عنها الحمدلله ها برجع بقلك وقفتك معي هي لحالة يعني رجعتني الروح وشوفت عينك يعني أمي آخ الله يخلي لك أمك يا رب يا أخي الأم غالي أنا والله يا حبيبي ما في شي يعني رجعت من بره وعمت شركة صغيرة هون وفيت مناقصة وحطيت كل شي معي لكن الحمدلله ربحت الحمدلله بس خيوه أنا برات الشام ما رح أطلع خلاص أخي أنا ما بدر لا بعد عن الشام ولا عن هواها انت كيفه؟ البيت كيفه؟ لك أمولي مرتك كيفه؟ الحمدلله نا نا الحمدلله لكن الحمدلله دائما وأبدا لك دخيل قلبك يا حبيبي يا بستيك شفلي شفلي آه لك دخيل الله بلو نشرب النافنجار شرك شرك شو يا أما الخانوم؟ مشان شوية ذهبات بعتيني بأول الطريق؟ لا حبيبي أنا ما بعتك وأكيد ما هانت علي عشرتنا أساساً كنت ما لقيتني هون يعني لو بيهون علي بس أنت كمان اللي عملته ما بيتصدق يا تايم لا كش روم ما بيتصدق؟ عملك رفيق عمري رفيق عمري بورطة أمه تعباني وحالتها خطرة وبدوا يعمللي عملية ما بدي كاني مالبين؟ أهلو إيه أهليم سهلين إيه عشرة ونص مكرة أوكي خلاص راكبين حبيبي حبيبي تسلملي تسلملي يلا باي باي أهلو مين؟ قال فيه تاجر كبير عايش برات البلد وجاي لهم بديوا يشتغل سائل عني وما تحلوا مني حابب يحط إيده بإيدي ونعمل شغل مع بعض سبحان الله سبحان الله ألف الحمد الله الله يرزقك يا عيوني الحمد الله ما فيش يبطي عند الله ما فيش يبطي ألف الحمد الله يا رب موسيقى 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 أيه، بدك ما تستغرب أنا وفي اللي خذلك وبتركك بأعز حاشتك إدو عافي مش كمي انتي مدى خلاك وفي انتي ملاك زمي اللي قصارة انا اللي قصرتها بتتذكر شو قلتلي لما قدمت لك استعالتي قلتلي ان هاي الشركة بدي معجزة لتوقف على رجلها صح وانا جبتلك هاي المواجزة اللي عندك التاجر اللي حكى معك مبارح ليكم نترك برا مصطفى هيك رفي هيك بتخبي علي كسرك وضعفك هيك بتبديني عن حالك بدون اتحسسني باي شي انت من اي عصر جاي من وين جاي بهذا النبل كلاياته وفيه اللي خبرك ما بيهم اللي خبرني المهم انه القدر لعب لعبته مشان ايجي وانتشلك من المحنة اللي انت قاعد فيها اللي لا تكبر لصها وصنيف لا تكبرها لصها اكبر بكتير من هيك يا تاين انت لازم تكون مسالنا الاعلى وكل اللي حواليك لازم يحتزوا فيك لو ما خسرت بيك المناقصة كانت اموري بألف خير دخلك بتعرف مين هو المغترب اللي خسرك هاي المناقصة مين اللي واقع في قدامك انا انا اللي خسرتك هاي المناقصة وما كنت بعرف انه انت المنافس لقلي مشان هيك كل ارباح الشركة تبعيتي رح تكون بيني وبينك ومن هادا المكتب اللي هو مكتبك ومن هاي الشركة اللي هي شركتك رح ندير الشغل كلها تسوا والارباح رح نتقاسعنا لانه ان احنا لازم نكون سنطلبها فشو رايك الله يوفقنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة